رفقت أغنية الشعب الأصيل الجزائريين خلال فترات مختلفة من تاريخ الجزائر وكانت أنيسهما الدائم من خلال عمالقة الفن الذين ساهموا في نقل ما يعيشه المجتمع الجزائري بلغة ومعاني قصائد كبار الشيوخ نص المرحوم مصفة ثومي والأداء المطرب معناها كالعملاق الحاجة محمد العنقاء سبحان الله يلطيف يعني مجرد يعني حوصلة لتاريخ شعبي بالجزائر سبحان الله يلطيف للشيخ محمد العنقاء يا بحر الطفان والحمام اللي والفتو وغيرها من الأغاني التي ولدت بين ثنايا الأحياء الشعبية تحظى برواج كبير بالجزائر وترمز للأغنية الأصيل النقية هي اليوم تحارب من الأجل المحفظة على بقائها وغوبيتها يقولوني لأنه شعبي لا يمكن أن يكون لدوء كثير من الناس إذا ينتهي في مكان كاللجي أو الفلقسيبا أو الفبابلوت سوف يتحرك من سابل المور رغم محاولات حثيثة من الجيل الصاعد للمحافظة على موروث الشعبي وظهور الكثير من الأصوات الواعدة إلا أن تمييع المجال الفني بأغاني سطحية تقفز عادة على الذوق العام ووجود الكثير من الدخلاء عن الفن بات يهدد هذا النوع الأصيل والمتجذر في تراث الجزائريين إذن مشاهدين الكرام نعود إلى الفلاطو وتاريخ وباقع أغنية الشعبي باعتبارها إرث ثقافي يعود إلى طاولة النقاش الشعبي يندثر باندتار كلمات مشايخ وشعراء الجزائر في ظل غياب الخلف الحديث حول هذا الموضوع أسعد باستضافة السيد عبد المجيد مرداسي ومؤرخ ومختص في علم الاجتماع بك سيدي مرة تانية شكرنا للدعوة وشكرنا لك تقديم المحاضرة ومجاعة حول معناك القاضي بما قبل ما نرجع ممكن للموضوع نريد أن نتوجه بدعوة للشفاء العجل لفدنا لنا ومعنا تضامن مع عائلته نتمنى أن يرجع بسرعة للعائلة وعائلة الفن الجزائري نصير نتمنى للشفاء العجل نحن بدورنا أيضا سيدي الكريم موسيقى الشعبي ريست مجرد لون موسيقي أعتقد هذا ما ركزتم عليه في الندوة وفي المحاضرة اسمه جرد لون موسيقى بل هي إرث قافية وحضارة لسا كذلك لا بتقريب أنك حولت في الكتاب هذا هو المنطلق نتعوه تجربة قاسنطينية في فن الشعبي والفكرة هي إذا شعبي وارد منذ معناها كمك عشورية بقاسنطينة وارد بمستغالم وارد بسقارس وارد بعنبة ببجاية ونضرومة لا يمكننا أن نطلح قضية شعبي في زاوية مغلقة ولو زاوية لامعة كما القصبة شعبي عنده جذور تاريخية وطنية دائما أذكر سياق تاريخي لبرز فيه اللسان الفني الأدبي الموسيقي الجديد هي المجتمع الجزائري تحت الهيمنة الاستعمارية وممكن في البراحة الأصعب بهذه الهيمنة فقط أذكر معناها كمك قانون معناها الأهالي القردوري لانجي جنان تاع واحد وثمانين أذكر معناها الاغتيالات ومن ذراع هذه الأحداث من هذا العنف الاستعماري كان أولا حركة معناها إجبارية يعني أنت عمران المستمع الأوربانيزازيون يعني مش كانت منها في مراحل طبيعية تعنمو اقتصادي تحويل الاستعماري لا منها على ميزان القوة والعنف الاستعماري ومن ضمن الأشياء وكبت هذه الحركة العمران في عهد الاستعمار هي ضهية الهجرة الهجرة يعني نحن نعرف مثلا سبيل الميتال كنت تكلم على العاصمة نعرف الهجرة يعني جاي من قبائل العظمى مثلا مثلا الهجرة جاي كذلك من ضواحي جيجل الهجرة كذلك جاي من بسكرة يعني نعرف معنا كان دوافع المهاجرين كما نعرف في قسنطينة كان هجرة معنا كل معنا ضواحي مدينة قسنطينة من ميلا من الخروب من توق هراس من تبسة من جيجل من أيلك لماذا هذه الظاهرة عندها عندها بعد حيث معنا نعرف كن نوصف معنا بطريقة سطحية معنا بداية الغناء الشعبي نلقى معنا هالمنطقة القسبة يعني قلت منطقة اللامعة نعرف بالجاوب في قلب أحيان معنا المؤسسين يعني تقريبا يجيون من هذه منطقة القابلة العظمى من ضائق تأزفون كل شي يعني بصح وشو المدان استخلص من معنا من معنا أول ذكر لذكر بأن الأسوص السعرية السعبي هو شعر الملحون شعر الملحون يعني سعر عربي لأن الشعر والكلمات التي يعتمد عليها المؤسسي الشعبي هي كلمات تعود إلى حتى القرن وصل حتى القرن السادس عشر حدث عن سيدي الخضر بن خلوف نتكلم من دم لماذا ما زالت واردة في الفن نتعنا لماذا نتعى الشيخ الخضر بن خلوف بالفعل على مصغرنا يعني نحن في قسنطينة نتخل داوى الشيخ بن خلوف يعني يقول المرجع الشعري الأول هو الشعر الملحون وشعر الملحون موجود في المجتمع الدزائر لماذا اختاروا هذا المرجع ربما لماذا وصلوا إلى غاية القرن السادس عشر مع سيدي الخضر بن خلوف نعرف أولا من الفتوحات الإسلامية في سبانيا وكل كان حركة أذبية قوية كانت تجسد في أشكال شعرية معنا كمك ذات الطراث العالية نتكلم عن الموشح نتكلم عن الزجال وبالمجتمع نتكلم مثلا على شعر الملحون بالشعر الملحون نتحدد الأشكال عنا كم نقول العروبي عنا الحوزي عنا فحول نتكلم عن الحوزي في جوية ضواحية المسال محمد بن مساي محمد صالح بن سهلة المنداسي بن دباح بن سريقي هدو من الشعراء نتعلم عن الحوزي عنا في أكسنطنطنة دايما في نمط الملحون عنا المحجوز وعنا الشعراء نتعلم عن المحجوز كذلك يعني كان القادريات يعني كان المدايح بالآخص المدايح النبوي كل هذه معنا الأشكال تندرج في فضاء الشعر الملحون هذه يعني ما ننزمش نفسه بتاريخ الشعبي معنا لكن نربطوش بحركة شعرية مستمرة يعني رغم الظروف في عهد العثمان فبعد دخول الاستعمال الفرنسي وعندنا الشعراء يعني الأسن الممتل عند ذلك وآخر ما نتجي قاسمطيني هو شعر الشاب من السن نتاعكم في مدينة قاسمطينة يشغل في جامعة قاسمطينة والشعر معروف نوردين درويش كتب من قاسمطينة على مدينة قاسمطينة نتخلناها واللحنها مغني محمد الحملي والشاب كيف كيف في العودة فقط في هذا الموضوع العرب أن الشعبي حتى في بداياته إلى اليوم اعتماد وثيق على الشعر الملحون يعود إلى فحول الشعر في الجزائر اليوم خلينا تحدث بعد سنوات ستينات سبعينات تماينات بروز أسماء الأخ الكريم كنت تكلم على الشعر الملحون والبداية لازم أذكر خطر هذا من الواقع أنت التاريخ أنت على الشعبي بأن الاعتماد الأول هو على المديح النبوي على المديح النبوي أحسن دليل عن ذلك أول دجيلات اللي نعرفوها على الحاجة محمد العنقى ربي يرحمه كان يدعو محمد المداح قبل ما يطولوا العنقى كان محمد المداح كان مالأسطونات معناها أعضواص مع محمد المداح يمدح وهذا ماشي غير صدفة لماذا خطر في العهد معناها الصعوبات وعنف وعنف الإهانة كان الإسلام يجمع معناها الجزائرين وكان ما هو المرجع يعني المسلم يستجد بقيام الروحية الإسلامية إذن الشعب اعتماد اعتماد وثيق على الشعر الملحون يعني اليوم نحن بعمس الحاجة على شعراء من نوع كلمات سيدين الخضر بن خلوف حتى كلمات مصطفى تومي مثلا يعني اليوم ما هو السبب خلف تراجع أغنية الشعب هل هي الكلمات أم غياب الفنانين لا بالعكس أعتقد اليوم الشعبي كشكل موسيقي وطني في حاجة لإعتراف المكان الوطني يعني ما يبقاش محصور في مدينة في جنجل ولا في عنابة ولا في قسنطينة ولا في العاصمة ولا في مستخان هذا لازم معنى حوصرار بالفعل نعطيك ببساطة نعطيك بعض الأسمي تأفن يعني دات المستوى الرفيع عمر أبو حبيب عمر أبو حبيب دحم بوديدة مولود كراشا صالح فيلالي طارق ديفلي فصل الغرابة محمد حمدي تعرفهم ما تعرفهم شيء برطان الفن الفن أصير ودات مستوى لماذا لماذا مصح هذا فنان الجزائري فنان الجزائري كلهم عندهم حق فيه وعندهم حق يبكيوا عليه ويترحموا عليه يعني يرانا في هذا الوضع بالفعل سيدي الكريم وصلت للفكرة شكرا جزيلا لك لوجودك معنا أكيد فن من حجم الشعب يستحق وقت أكثر أكيد نخص له حيز آخر شكرا جزيلا لك لوجودك معنا اليوم شكرا على دعوانك دائما في أسم الاستعداد بندفع على التراث من الثقافي الوطن